هليني أقول لحضراتكم كمان قررت لجنة المباريات بالنادي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل هنا جماهير الأهلي للأسكندرية لحضور مباراة المصري أوتوبيسات هتتحرك من أمام بوابات هنا تحديداً للي عايز بقى يروح يركز في اللي أنا هقوله ده هتبقى من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد بداية هتبقى من الساعة 10 الصبح وحيكون آخر موعد للتحرك في الساعة تحديداً 12 الظهر ولازم يكون في حوزة كل المشاجع قبل ما يتحرك بطاقة الشخصية اللي هي الفان اي دي يعني وطبعاً تذكرة المباراة وحيحظر طبعاً تماماً استحاب أي أدوات تتعارض مع هنا سلامة الجماهير والمنشآت زي ما حضرتكم عارفين خلاص الكلام ده قلناك هذا مرة يعني محدش بقى يفكر أنه هو يروح معهش الفان اي دي ما يبقاش مع التذكرة بتاعته يروح بحاجات مخالفة الكلام ده كله هيبقى هو اللي بيجيب لنفسه تأجيل وبيجيب لنفسه مشاكل يعني الموضوع ما بقاش فيه أي مجال لان احنا نعدي حاجة زي كده وخلاص طبعاً الجماهير بقت عارفة ده برضو يا كريم بس دي حاجة حلوة أن انت دلوقتي كمان بتحاول تسهل كل العرقيل على الجماهير بتاعتك الناس اللي عايزة تحرك من هنا لوتبيسات موجودة فري زي ما بتقال تماماً احنا محتاجين جماهيرنا تبقى في ظهرينا وريدي جماهيرنا بتبقى في ظهرينا في أي حتة ومش محتاج حتى ان انت تعمل أي حاجة بس دي برضو كانت زي ما بتقال جسكشر حلوة أو يعني حاجة حلوة من النادي الاهلي طبعاً لجماهيره اللي يستحق ده أكيد ودي برضو نرجع ونقول حاجة معتادة كل الأمور دي معتادة من النادي الاهلي ومتوقعة من قبل جماهير النادي الاهلي النادي الاهلي يعرف كويس أو يعني إيه الجمهور يكون حاضر وبقوة النادي الاهلي مرت عليه لحظات كتير جداً جداً كان النجم الأول في المباريات في أوقات كتير كان جمهور النادي الاهلي الجمهور اللي دايماً عنده ثقة عظيمة في اللعيبة جمهور اللي بيعودوا يشجعوا من أول لحظة لغاية حتى بعد ما بتنتهي أحداث المباراة في ظهر اللعيبة وفي كتف اللعيبة وزئير الجماهير اللي بيرج المدرجات في كثير من الأحيان كان سبب رئيسي ومباشر إلى جانب طبعا إمكانيات اللعيبة والخطة وإلى آخر ولكن دايما الحضور الجماهيري بيكون طاغي في معادلة النجاح اللي دايما بيحققها النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي عبر أزمنة مختلفة